تظل مصر دايماً هي الأساس في حياتنا وهي الوطن العظيم اللي بيحمينا وهي دايماً طول الوقت احنا بنفكر فيها وهندنيها بإذن الله أي أوقات صعبة بتمر على كل الشعوب على المستوى العالم لكن في الأول وفي الآخر احنا هنعيش هنا وهنموت هنا في هزي الأرض الطيبة العظيمة ربنا يا حفظ مصر يا رب إن شاء الله الأيام اللي جات بأفضل بكتير قوي وبالتالي خلينا نروح للإيجابيات الكتير اللي حولينا الممكن نكون مشاخدين بالنا منها من احتفالية جائزة الدولة التقديرية واللي بتقوم بيها الحقيقة الدولة المصرية بالتعبير من الدولة لأبنائها المخلصين في كل المجالات الحقيقة سواء في الأدب في العلوم في الاجتماع في الاقتصاد ده جزء مهم جدا ونهج يعني زي ما أنا بقول كده إنه أساس من قصص الحياة إن انت بتعمل شيء عظيم جدا فبتكرمك عليه الدولة بتاعتك الوطن اللي انت عايش فيه اللي انت بتحبه بتقره وبتعترف بأنك انت فعلا بتقدم ليها كل الأشياء العظيمة وبالتالي احنا النهاردة يعني في حضرة أحد أبناء الدولة المصرية والحاصلين على الجائزة التقديرية من جمهورية مصر العربية في احتفالية كبيرة جدا الحياة خلوني أرحب بالكاتبة والروائية والصحفية الأستاذة هالة البدري رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة الإزاعة والتلفزيون السابقة وأيضا الحاصل على جائزة دولة التقديرية ولها العديد من المؤلفات في الأدب والروايات أهلا بحضرتك يا فانجم وألف مبروك على هذه الجائزة الله يبارك فيك يا سيد يعني عندنا معلومات كده أنه أستاذة هالة هي تاني امرأة بتحصل على جائزة دولة التقديرية في الأدب وده طبعا شيء يعني يدعو للفخر وأعتقد أنه مرفن كبير جدا على مدى تاريخك أربعين سنة من تقديمك لأروايات والكتابة في الأدب وطبعا غير جولاتك الصحفية اللي أنت قمت بها ده صحيح هو يعني تقريبا الجائزة بقى لخمسين سنة وفي الأدب يعني ما حصلتش النساء على جائزة الدولة التقديرية إلا من سنتين بس حصلت عليها الكاتبة سلوة بكر وأنا تاني حد حصل عليك ألف مبروك نروح لبداية مع حضرتك بدايتك كانت في الصحافة واشتغلتي كمحررة صحفية في العديد الحياة من المجالات وبعدين اتجهتي للكتابة في الأدب تحكي لي بقى على الجزئية دي والنقلة دي لها أنا بشوف أن هي نقلة طبيعية جدا لكل من عمل في مجال الصحافة الحقيقة أنا لاتنين مشوا مع بعض يعني أنا كتبت أدب قبل مكتب صحافة لأنا كتبت أدب وأنا عندي 12 سنة يعني بدأت أكتب شعر وأنا عندي 12 سنة وقصص قصيرة ونشرت قصص قصيرة ثم نشرت أول رواية ليا في سن العشرين تقريبا وصدر كتاب برضو أول كتاب ليا صدر وده كان كتاب صحفي سنة 76 كتاب فلاح مصر في أرض العراق فأنا الحقيقة لاتنين مشوا مع بعض يعني ما أقدرش أقول لكن التنفيذ الفعلي للأدب هو كان قبل الصحافة إنما إنه الأدي بيبقى صحفي دي مسألة مهمة لأنه هو بيتعامل مع اللغة وتعامل مع الناس في الشارع فطول الوقت العالمين هم عالم واحد صحيح هاجل للمجموعة الأدبية بتاعت حضرتك وهاخد كده أسماء هذه الروايات يعني أنا عندي هنا يعني على سبيل المثال وليس الحصر السباحة في قنقم منتهى ليس الآن وادي الكون مطر على بغداد دي المجموعة القصصية اللي حضرتك بتكتبيها أو كتبتيها مجموعة كده من الأعمال أتمنى برضو أن حضرتك تكلمين عن جزء آخر من هذه الأعمال فضالي فضالي الحقيقة أن أول رواية كانت رواية السباحة في قنقم ودي كانت أول رواية عربية بتكلم عن أبطال الفرق الرياضية وقدمها يوسف إدريس ده أول عمل أدبيلية بعد كده نشرت مجموعة قصصية اسمها رقصة الشمس والغيم ثم مجموعة تانية اسمها أجنحة الحصان وبعد كده رواية منتهى ورواية منتهى كانت رواية للبحث عن الروح المصرية يعني الإنسان المصري يتكون كده إزاي يعني إزاي هو طبقات من التاريخ والثقافة وكانت رواية طويلة وبتعمل فترة زمانية من الحرب العالمية الأولى لأزمة مارس 54 وبعدها عملت جزء تاني منها رواية مستقلة اسمها ليس الآن عن إسراء العربي الإسرائيلي ثم بعد كده رواية امرأة أماما ورواية امرأة أماما متفردة في وسط شغلي إنها عن العلاقة بين الرجل والمرأة مش رواية مجموعات أو ملحمية زي روايات السابقة بعد كده عملت رواية مطر على بغداد ورصدت فيها الحالة العربية في الفترة ما بين 75 و 82 ودي الحقبة اللي ابتدى المصريين يتاجهوا للعمل في العراق وما إلى ذلك يعني أيوة لكن الحقيقة ده صحيح لكن أنا كنت برصد حركة صعود البعث وعلاقته بالأحزاب العربية الموجودة في المنطقة والأسباب اللي قدت بعد كده لضرب أمريكا للعراق يعني ضرب العراق باليورانيوم المنضب ضرب المفاعل النووي العراقي قتل يحيا المشاد يعني كل الأحداث اللي حصلت في المنطقة العربية بعد كده كان سببها الفترة دي وأنا شرحت جزرها يعني دي رواية ودي رواية ضخمة جدا الحقيقة وخدت حوالي سبع سنين شغلة يعني بعد كده عملت رواية في المستقبل البعيد يعني بتدور أحداثها في المستقبل البعيد اسمها مدن الصور العالم بعد ألاف السنين هيبص اللي إحنا فيه دلوقتي إزاي وده كانت حالة غضب مني أنا ناحية صرقة ثورة يناير 2011 وكنت بسأل نفسي يعني الناس بعد ألاف السنين هيشوفونا إزاي بحلل الثورة فشلت ليه أو تسرقت ليه وأظن إن دي أول رواية عربية تتكلم على حقبة الإخوان بعد 2011 بالزبط وعن اللي أدى للثورة يعني أسباب اللي أدت للثورة وليه تسرقت لكن من خلال عين بعد ألاف السنين ودي فعلا أول رواية عربية تتكلم في المستقبل البعيد تتخيلتي يعني السجل اللي هيقام على هذه الحادثة أو هذا الحدثة اعتمادا على التطور العلمي اللي هيحصل للإنسان بالهندسة الوراثية بإن الإنسان حيدخل بالهندسة الوراثية في تركيبة تانية فعملت فكرة خيالية مجنونة كده بتشوف العالم إزاي بعد مدن الصور عملت رواية اسمها نساء في بيتي نساء في بيتي برضو فكرتها طريفة جدا أنه أنا هالة البدري يعني بدعوا أربع مبدعات أو تلات مبدعات عالميات من أزمنا أخرى من أزمنا يعني قرن التسع عشر من قرن العشرين لبيتي بوجه لهم الدعوة وهم بيجوا يشربوا معي شاي ويجيبوا أزواجهم وعلاقتهم ونظرتهم للدنيا بينقشوا معي كل شيء جوا بيتي قبل وبعد قبل وبعد فهي رواية طريفة لكنها رواية جميلة الحقيقة سؤالة هلأ أنت ترجم لحضرتك مجموعة من رواياتك بالعديد من اللغات وأنت كمان كنت محاضرة في الكثير من الجامعات على المستوى العالم يعني كلميني عن الجزء ايه دي هو أنا ترجمت الـ 11 لغة وشغلي موجود على أمازون يعني أي حد يقدر يجيب بلغات الغير العربية يعني موجودة وده ودي مسألة مهمة للكاتب أنه شغله يقدر يوصل لأي مكان في العالم لكن أنا من بدري قوي دعتني بعض الجامعات العالمية لتدريس أعمالي الروائية لطلبة الدراسات العليا هم بيعملوا حاجة لطيفة علميا جدا يعني أنه بيعرف الطالب بتاعه أنه بالكتاب العالم فهو يختار الكاتب اللي يعجبه عشان يعمل عنه رسائل الدكتوراه فأنا كنت بروح تحديدا جامعة شيكاجو كل سنتين أحضر طربة الدراسات العليا وحضرت طبعا في جامعة ميتشجين ودي تامن جامعة عن العالم ووينستيتو يونيفيرس دي وأيضا مكناس وكتير من الجامعات العربية وأيضا في مصر يعني أنا بقى أدرس في جامعة عين الشمس وحلوان وأكاديمية الفنون وجامعة القاهرة يعني اهتموا يعني نقديا أكاديميا بشغلية لما أجي أتكلم على دور الأدب بيلعب في ثقافات الشعوب زي ما دايما أنا عندي قناعة أنه وزارات الثقافات على المستوى العالم هي اللي بتقود الأمم للتقدم وبالتالي بما تحمله بقى من أداب وفنون وموسيقى وفرق للفنون الشعبية وتأكيد على هوية الدولة وطراثها وما إلى ذلك شايف الضور ده غاب شوية عن مجتمعنا المصري في المرحلة الأخيرة؟ طبعا غاب غاب لأسباب أولا لازم يبقى فيه تضافر جهود ما بين الثقافة والإعلام وانت لما تهمش المثقف إعلاميا يبقى المثقف مش واصل للناس يعني اللي بيقرأ هو عدد أقل بكتير من اللي بيشاهد الإعلام والأفكار اللي موجودة جوه الأدب هي أفكار بتنمي وجدان الناس وبتعمل تنمية تنمية عامة تنمية ووعي بيتصرب من خلال أعمال تشبه الدراما اللي فيها يعني أن أنت قاعد تقرأ وانت مستريح والأفكار بتتسلل عقلك وتستحوز على وجدانك وتربطك ببلدك يعني الأدب ليه أهداف كتير جدا يعني احنا عايزين نتكلم حضرتك كلمتيني عن التطور التكنولوجي في أحد يعني رواياتك أنه التطور التكنولوجي والصفر إلى الفضاء وما إلى ذلك ده كان خيال كاتب وخيال أديب وروائي أطعم وبالتالي الجزء ده جزء مهم جدا وتم تنفيذه بعد كده على الأرض أنا عايزة أقول لحضرتك أنه كل الجولات بتاعت جولفيرن مثلا الاختراعات بتاعت ليونار دافينشي صحيح بأنه هو فيه غواصة تنزل الأرض أنه فيه الوصول إلى مركز الأرض جولفيرن أنه فيه كل الخيال اللي كان اللي تحول إلى علم بعد كده هو من الأديب هو الكاتب صحيح بلاش كده فيه علوم تأسست على خيال كاتب زي مثلا علم النفس علم النفس أديب ملكا أو إلكترا بتاع سوفوكوليس اليوناني هو يعني أسس علم النفس يعني لما تكلم سوفوكوليس عن العلاقة ما بين الإبن والأم أو العلاقة ما بين الأم والإبن يعني إلكترا وأديب ومعاكس بعض كان بيأسس علم النفس من هنا علماء النفس خدوا فكرة أنه فيه روح ليه خصائص معينة أو فيه أمراض معينة بتصيب النفس فبينتج عنها عقدة ما هو دا كان سوفوكوليس ما كانش فرويد يعني العلماء النفس جي بعد كده جي بعد كده فطبعا الأديب دايما سابق سابق في السياسة سابق في تحليله للموقف السياسي اللي موجود في بلده أو في العالم وبيبص الحاجات وبيشوفها يعني أنا مثلا في روايتي مدن الصور كتبت سنة 17 يعني 2017 روايتي عن الأزمة اللي حصلت في كورونا يعني قبل ما تحصل كورونا أنا كنت قلت أنه هيحصل أمراض تؤدي إلى انتحار البشر أو موتهم نعم فلما حصلت كورونا العالم كله اتكلم فيه مسألة حقن الإنسان بفيروسات أو حاجة زي كده وأنه دا هيقدي إلى تقليل عدد السكان وفيه ناس يعني بتعبت نفسيا جدا ووصل بيها الأمر للانتحار أنا روايتي بتقولي أن الناس انتحرت فلما رغم أنها صدرت 17 وكورو 19 فأعادوا قراءة مدن الصور وقالوا أنه أنا تنبأت بالجائحة فالأديب دايما سابق دايما شايف لقدام إيه اللي هيحزن يعني بتفكرين في مقاطع شهيرة جدا لأستاذنا والعالم الكبير الأستاذ دكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه وهو كان صاحب برنامج أنا بشوفه من إبداعات ما سبيل وهو العلم والإيمان وكان يعني اللي اداله النظرة دي المستقبلية طبعا الجزء الكبير منه لأنه كان عالم وكان باحث شديد الخصوصية جدا لكنه كمان كان كاتب وبالتالي دي ادته المهار أنه هو يتنبأ ويعمل ربط ما بين العلم وما بين الحياة اللي احنا عايشينها فبالتالي جزء اللي يتجزأ من فكر القديم أنه هو شايف العوام الأخرى القادمة إزاي دي ملكة بيبقى عند هذا الشخص خلينا نروح لاستقبال حضرتك لجائزة التقديرية أو المعرفتي أنك في البداية الأول مرشحة لهذه الجائزة تفضلي أنا طبعا كنت سعيدة بالترشيح خصوصا أنه اللي مرشحني هو أتليل قاهرة وأتليل قاهرة لما بيرشح حد يعني من الحاجات الكويسة قوي أن اثنين من مرشحين أتليل قاهرة فازوا بالجائزة الجائزة بتمر بمراحل كتير تصفيات كتير والأديب بيتم ترشيحه عدة مرات يعني يعني أحيانا بتوصل لتسع مرات أحيانا خمسة فأنا كنت أول مرة أرشح وكنت سعيدة بهذا الترشيح وبعدين خدتها من أول جولة كمان في الترشيح النهائي وده إسعدني كده حقيقة يعني جميل كلميني عن معايزة شوية للأستاذ هيلة للصحفية وفي حياة الصحفيين وهي مهنة البحث دائما عن المتاعب في حياة الصحفيين بيبقى في مجموعة من اللقاءات الصحفية اللي أنت لا يمكن تنسيها أبدا أو مجموعة من التغطيات العالمية على المستوى العالمي ونعارب حضرتك حضرت إحدى هذه الأمور فكلميني عن الجزئية دي واللي مأثرة فيك قوي في هذا اللقاء الحقيقة أنا يعني اهتميت قوي بالناس يعني اهتميت بالناس فوجهت معظم جهدي للأقاليم المصرية للقرى الصحفي ممكن يبقى نجم لو الشغل في تغطية الفن مثلا أو السياسة يبقى نجم فورا صحيح لكن أنا اخترت الحاجة اللي ما فيهاش نجومية إن أنا نزلت للقرى المصرية وتعاملت مع المواطن البسيط جدا الفقير جدا وعملت مثلا رحلات علشان أرصد المظاهر الفنية في حياة الإنسان الفقير ليه فيه يعني سمات عامة في كل محافظة مثلا فنية يعني ليه بيطلع من هنا شاعر ليه بيطلع من هنا مستال عظيم يعني يعني عشت سمين صحيح عندنا محافظات بتتميز صحيح بحاجات بالشكل مواهب معينة منها بالزبط يعني أستاذ هلا زي ما بنقول ده من الأوقات الحلوة بتروح بسرعة جدا برنامج مصر جميلة تشرف بوجود حضرتك معنا وبشكر كرا جزيلا وألف مبروك مراتي على الجائزة ثاني امرأة تحصل على هذه الجائزة التقديرية من الدولة المصرية في مجال الأدب نوارتي فنديم مصر جميلة أنا متشكرة جدا وأنا سعيدة بوجودي في بيتي في بانس بيرو وبتمنى مسيره يعود إلى الأدواء زي ما دخلته أنا سنة الثمانين كصحفية في مجالة الإزاعة طمني هبود بإذن الله إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا بوصول لحضراتكم مشاهينة بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد إلى اللقاء